الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقرأ في سورة الإسراء قول الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم والخطاب لبني إسرائيل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره وهذه معالم ثلاثة لنهاية إفساد اليهود هذا الإفساد الثاني الذي قص الله تعالى علينا خبره في سورة الإسراء عجيب هذا الأمر عجيب هذا الإفساد عجيبة تلك الملامح العامة لإنهائه هذا النص أشبه بإخبار بالغيب يخبر الله عز وجل فيه أن وجوه اليهود ستساء بإذن الله وأمر الله وقوة الله وأن اليهود سيقادون إلى اقتراف جرائم تسيء إلى وجوههم دم إخواننا في غزة ليس هدرا بل هو المادة التي يفضح بها هؤلاء ويبين فيها إجرامهم بدماء هؤلاء الطاهرة بدماء هؤلاء الطاهرة يسوء الله عز وجل وجوه بني إسرائيل ويقطع عنهم حبل الناس ألم يقل الله تعالى وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس كيف يقطع حبل الناس بأن تساء وجوه بني إسرائيل أبطال هذه المرحلة ضحايا وأبرياء وشهداء صامدون صابرون قدموا أرواحهم وأبناءهم ودماءهم في سبيل فضح بني إسرائيل وقطع حبل الناس عنهم وليسوء أن الله عز وجل وجوه هؤلاء المحتلين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب رسول الله